فرعون مصر يسهر من أجل الشعب السوري الثائر على نظامه هل لا يسهر رئيس جمهورية مصر العربية العتيد على مطالب شعبه أولا؟ مرسي يلبس بنتاله بلا حزام وهو يكذب على نفسه ومريديه ومخالفيه مراقبون يرون أن الأفضل لمرسي ألا يطيل السهر لأنه سيحتاج إلى أن يبقى يقظا لمعرفة كيف سيحل مشاكل الصلاحيات المطلقة التي منحها لنفسه البرادع يعتبر أن رئيس بلاده نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله عمر موسى لألاء السياسة العربية العفنة حذر سيده من أن البلاد قد تواجهوا اضطرابات جديدة بالفعل صدق متنبئ السياسة المصرية فقد اشتعل ميدان التحرير واشتعلت معه مقرات حزب الإخوان ومن سار في فلكها العربية قناة أن تعرف أكثر فتكذب أكثر أوردت خبر الإحراقات بأنه اعتداء من متظاهرين على مقار الحزب أما الجزيرة برأييها الآخر والآخر فتتقن اللعبة أكثر زوم الكاميرا يظهر أن بضع عشرات وليس مئات الآلاف من المصريين هم من تظاهر ضد سي مورسي لم تأبه الجزيرة أو العربية كثيرا بما يجري في ميدان التحرير فمورسي هو المصارع الأوحد في الكون القادر على ضبط إقاع المصريين فتركت كلتهم المشهد لتبثى ثورة السوريين بالأحمر حيناً وبالصور التي مل المشاهد من تكرارها حيناً تذهب الصورة فيأتيك العاجل على الشاشة يكف العاجل شره فتعود الصورة وأعداد الضحايا السوريين بسلاح النظام المجرم لا يني يرتفع فالسوريون ودماؤهم مجرد أرقام عند أمير قطر المعظم وسيده وسيد سيده في قلب هذا كله تشاهد الرئيس الأسد فتعلم أن رجال الله يحمون الحمة وأن الرجل قادر على أن يزيح عن قلبك الهموم لمجرد أن تراه حراً عزيزاً كريماً مقاوماً مبتسماً صامداً شامخاً يهب الأمل لكل محروم على وجه الأرض من جعل بوصلته فلسطين لا تهده عاتيات العواصف هل يبلغنا أحد ذلك لحمد وبرسي وأسيادهما؟